طبعاً إحنا كطلاب أول سنوي لسه طالعين من مرحلة الإعدادية بنفهم يعني أصلاً كلمة الأحياء الأحياء هو العلم اللي بيهتم بدراسة أجسام الكهنات الحية خلال رحلتنا على مدارة 3 سنين بتوع السنوين العامة لو كمنا في علم علوم إن شاء الله هندرس أجسام الكهنات الحية سواء كان النباتات والحيوانات واللي على رأسهم طبعاً الإنسان هنفهم كويس أوي إزاي أجسام الكهنات الحية وأجسامنا إحنا كبني أدمين بتتكون من إيه وكمان هنفهم المكونات دي بتشتغل إزاي يعني إحنا هنفهم مثلاً المعدة دي بتتكون من إيه وإزاي بتشتغل وكمان هنفهم كويس أوي الوراثة إزاي بنورص صفاتنا من أبائنا وأجدادنا اللي عايزة وصله لك هو إن الأحياء مادة من أمتع المواد اللي هتدرسها خلال مرحلة السنوية العامة أنا عايزك تستمتع بالمادة دي على قد ما تقدر لأنك هتفهم كويس أوي حاجات كتير بتحصل في حياتنا اليومية بشكل دوري بالنسبة للمنهج بتاعنا في أولى ساوي هيقابلك كلام كتير جديد عليك ومصطلحات أول مرة تسمعها لكن لو قدرت تتجاوز وتعدي كل الحاجات دي في تانية وفي تالتة سنوي هتستمتع جدا 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 بالأحياء المنهج كله هشرحه وهنزله درس بدرس بالترتيب على قناة اليوتيوب لكن لو حابب تشترك معايا هسيب لك الرقم اللي تقدر تتواصل من خلاله على التليجرام الاشتراك هيكون بمبلغ رمزي بسيط علشان بس نقدر اللي احنا بنبذله في الفيديوهات دي في كورس الأحياء اللي انت هتشترك فيه هتلاقي حل كتب خارجية وكمان فيه امتحانات هتتضرب عليها وحال لنك كل الامتحانات دي وهيكون فيه متابعة دورية لكن طبعا كل الشرح زي ما قلتلك هتلاقيه نازل بالترتيب على قناة اليوتيوب أكيد طبعا احنا طلعين من المنهج بتاع الاعدادي وفاهمين يعني ايه كويس أوي كلمة زرع زي مثلا زرة الكربون زرة الاكسوجين أو زرة الهيدروجين هذه كده زرة كربون زرة اسمها زرة الكربون بنرمزلها بالرمز C زي ما بنرمز مثلا دي الاكسوجين بالرمز O والهيدروجين بنرمزلها بالرمز H زرة الكربون دي لما بنوصلها بزرة اكسوجين وكمان زرة اكسوجين بتكون لنا حاجة اسمها الوزي فهيبا كده احنا معانا زرة كربون وصلناها بزرة اكسوجين وكمان زرة اكسوجين كواريت لنا جزيه بيتكون من زرة كربون وزرتين أكسجين الجزيه ده اسمه ساني أكسيد الكربون يعني احنا كده بنستنتج ان كلمة جزيه هو عبارة عن عدد من الزرات مثال تاني مثلا احنا معنا زرتين هيدروجين وصلناهم ببعض وكمان وصلناهم بزرة أكسجين فيبقى كده احنا معنا جزيه بيتكون من زرتين هيدروجين مع زرة أكسجين الجزيه ده اسمه جزيه مية يعني كده جزيه المية بيتكون من زراتين هيدروجين وزرات اكسوجين لحد هنا كويس اوي احنا فهمنا يعني ايه كلمة جزيه ومن امثالية الجزيه ده معانا جزيه سانيكشود الكربون وجزيه المية طيب انا دلوقتي لو حطيت قدامك نقطة مية اللي هو يعني جزيه المية وكتبتلك قدامك H2O وقلتلك هي فين المية هل يطرى هي نقطة المية اللي هتشاور عليها ولا ال H2O طبعا انت كده هتشاور لي على نقطة المية طيب ومال ايه هو ال H2O ده بص الموضوع بالزبط كده عمل زي ما انا كده جبت قدامك ولد وقلتلك الولد ده اسمه احمد وكتبت كلمة احمد على صبوره قدامك وقلتلك هل يطرى مين في دور احمد فطبعا انت هتشاور لي على الولد نفسه ومش هتشاور على الاسم نفس الفكرة كده لما حط قدامك نقطة المية اللي هو جزيه المية وحط لك اسم H2O وبقولك هي فين المية في الاتنين دول فانت طبيعي هتشاور على المية طيب اما انت هو ايه ال H2O ده ال H2O ده هو عبارة عن الصيغة اللي هو الاسم بتاع جزيه المية فنقول عليه الصيغة الجزائية لان طبعا ال H2O هو عبارة عن جزيه فهنا عايزين يسميه فهنقول عليه الصيغة الجزائية فتبقى كده الصيغة الجزائية للمية هي H2O والصيغة الجزائية للثاني يقصد الكربون هي CO2 وده تاني مصطلح مهم عايزك تفهمه معي وهو الصيغة الجزائية فبقى كده اسم الجزيه هنقول عليه الصيغة الجزائية عشان لو جبه لك فاسئلة فتبقى عارف يعنيه كلمة الصيغة الجزائية طيب فيه جزيه معانا كمان مهم اسمه الجلوكوس جزيه الجلوكوس ده بيتكون من ست زرات كربون واثناشر زرات هيدروجين وست زرات اكسوجين فتبقى كده الصيغة الجزائية بتاعته هو C6 H12O6 نجي بعد كده لبنصطلح التالت اللي مهم معانا ومحتاجين نفهمه وهو الوزن الزري او الوزن الجزيه برضو عايزك تستنتج الموضوع كده بسهولة هتلاحظ ان الوزن ده يعني باختصار كده هو الجزيه ده بيتكون من كم زرات فمثلا الجزيه ساني اكسود الكربون ده بيتكون من كربونة واثنين اكسوجين يبقى كده بيتكون من ثلاث زرات والمية بتتكون من اثنين هيدروجين ووحدة اكسوجينة يعني كده بيتكون من ثلاث زرات لكن الجلوكوز بيتكون من ستة كربون واثناشر هيدروجين وستة اكسوجين يعني كده بيتكون من اربعة وعشرين زرات هو ده بقى كده الوزن الزري او الوزن الجزيه بتاع الجزيه طيب لو قلتلك مين اللي اتقل في الوزن الزري هل يطرع هو الساني اكسود الكربون ولا الجلوكوز طبيعي هتروح طبعا وتقولي الجلوكوز هو الاتقل في الوزن الزري او الوزن الجزيه من سانيوكسيد الكربور لحد هنا كويس أوي تعال بقى ننيل على المحطة اللي بعد كده احنا ونا في الاول خالص ان الاحياء بيدرس اجسام الكهنات الحية واللي طبعا هناخد منهم الانسان كمثال جسم الانسان علشان نفهمه كويس بحتاجين ان احنا نقسم الاعضاء اللي فيه بمعنى ان احنا لو جينا نبص على جسم الانسان هنلاقي فيه كليا هنلاقي فيه كبدة وهنلاقي فيه معدى وهنلاقي فيه طحال وهنلاقي فيه عضن طيب انا علشان ادرس الحاجات دي كلها ينفع ان ادرس شوية مثلا في العضن ولمزها اروح ادرس شوية في الكبد ولمزها شوية اروح في المعدة هلاحظ ان كل واحد منهم تركيبه وشكله مختلف عن التاني وكمان وظيفته بتكون مختلفة عن التاني ايبقى اول حاجة ان يعملها هو ان يقسم جسم الانسان فيبقى كده جسم الانسان هقسمه لحاجة اسمها الاجهزة يعني ايه مثلا اجيب كل الاعضاء اللي بيكون لها علاقة بالاعصاب زي مثلا المخ النقاع الشوكي وحطوهم مع بعض وقول عليهم اسم الجهاز العصبي واجيب مثلا كل الاعضاء اللي بيكون لها علاقة بالهضم زي المعدة والامعاء والمريء وقول عليهم اسم الجهاز الهضمي واجيب كل الاعضاء اللي ليه علاقة بالتنفس زي الرئتين القصبة الهوائية والانف وقول عليهم الجهاز التنفسي وهكذا فبا كده احنا معانا بنستنتج ان جسم الانسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة الأجهزة دي زي الجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وهكذا طيب لو جيت قلتلك الأجهزة دي بتتكون من هي خلاص كده احنا عرفنا أن الأجهزة دي بتتكون من الأعضاء زي مثلا لو نسكن الجهاز الهضمي هنلاحظ أنه بتتكون من المعدة والأمعاء والمريك كل دي ونقول عليها اسم الأعضاء طيب الأعضاء دي بتتكون من ايه الأعضاء دي بتتكون من حاجة اسمها الأنسجة عايزك تتخيل معايا كده لانسجة زي حتة القماش بتاعت الهدون يعني انت مثلا ممكن تمسك بانطلون والبانطلون ده ممكن يكون خشن وممكن مثلا تمسك عميس او تي شيرت وتلاقيه طاري شوية فكل حاجة بتختلف عن التانية في الملمس بتاعها نفس الفكرة كده لو انت مسكت المعدة هتلاحظ ان لها ملمس مختلف من برا عن ملمسها جوه وملمس الكبد بيكون مختلف عن ملمس الطحال طيب ايه السبب ان كل عدو من دول بيكون مختلف في ملمسه السبب هو النسيج النسيج بيكون ليه ملمس مختلف وليه شكل مختلف عن النسيج التاني لب احنا كده بنستنتج ان جسم الانسان بتتكون مجموعة من الاجهزة والاجهزة بتتتكون مجموعة من الاعضاء والاعضاء خلاص عرفنا كده ان هي بتتكون من مجموعة من الانسجة طيب الانسجة دي بقى بتتكون من ايه الانسجة دي بتتكون من الخلايا يعني كلمة النسيج معناها مجموعة من الخلية خلية جنب خلية جنب خلية كونت لنا حاجة اسمها النسيج لو جينا احنا مسكنا الخلية دي وبصينا جواها هللاحظ ان جواها حاجة اسمها عضيات يعني تصغير عضي كل خلية في جسم الإنسان بيكون عامل زي البيت اللي بيكون مستقل بنفسه كل خلية بيكون فيها الأب اللي بيصرف عليها فيها الأم اللي بتهتم بالأولاد الصغيرين وفيها الأولاد الصغيرين فلما نيجي نبص على الخلية كده نلاحظ أن أبواها حاجة بتصنع لها الطاقة بتاعتها اسمها الميتوكوندريا اللي هنعتبرها بمثابة الأب بتاع الخلية اللي بيصرف على الخلية وكمان حاجة بتصنع لها البروتين اسمها ريبوسومات الحاجات دي بقى اسمها العضيات كل الحاجات اللي بقى الخلية دي اسمها العضيات فيبقى كده الخلية بتتكون من العضيات لو جينا ومسكنا كل عضية من العضيات دي هللاحظ أنه هو بيتكون من حاجة اسمها الجزيئات أيوة الجزيئات إحنا فهمنا يعني كلمة الجزيئات وطبعا عرفنا أن الجزيئات دي بتتكون من مجموعة من الزرات يبقى إحنا كده معنا بالترتيب جسم الإنسان بيتكون من مجموعة من الأجهزة زي الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وغيره من الأجهزة الأجهزة دي بتتكون من مجموعة من الأعضاء زي مثلا في الجهاز الهضمي معنا عضو اللي هو المعدة وعضوه الثاني اللي هو المريك ومثلا عندنا الأمعاء كل عضو من الأعضاء دي بيتكون من مجموعة من الأنسجة والأنسجة دي بتتكون من مجموعة من الخلايا والخلايا بتتكون من مجموعة من العضيات زي مثلا الميتوكوندريا والنواة والريبسومات وهكذا وكل عضي من العضيات دي بيتكون من مجموعة من الجزيئات زي مثلا الجزيئة الجولوكوز واللي احنا فهمنا في الأول خالص إنه هو بيتكون مجموعة من الزرارة زي الكربون والهيدروجين والأكسجين فتبقى المستويات دي كلها اسمها المستويات التركبية لجسم الكائن الحي المستويات اللي بيتكون منها الكائن الحي نفسه ولما أقول لك مثلا لا هو المستوى التركيبي الأعلى هل يطرى هو الجهاز العصبي ولا الدماغ طبعا أقول الجهاز العصبي لإنه بيشمل الدماغ يعني الدماغ وزء من الجهاز العصبي ولما قلنك ايه هو المستوى التركيبي الاعلى من الجلوكوز هتقول لي طبعا العضيات لان العضيات هي المستوى التركيبي الاعلى من الجزئيات اللي بينتمي لها الجلوكوز وهي هو المستوى التركيبي الاعلى من الخلية العصبية هيكون طبعا النسيج العصبي وهكذا احنا بقى في اول طريقنا في قولة سروي هندرس الجزئيات دي كويس قوي وبعد كده ندرس الخلية وهندرس العطيات وهندرس كل حاجة بتخص جسم الإنسان بس إحنا هنبتدي الأول بالجزيئات علشان كده المتقدمة بتاعتنا اسمها الجزيئات البيولوجية الكبيرة تعال بعد كده نفهم كل كلمة من الثلاث كلمات دول إحنا عرفنا يعنيه كلمة جزيئات اللي هو الجزيء اللي بيتكون بمجموعة من الزرات طيب يعنيه كلمة بيولوجية بيولوجية يعني حيوية يعني جزيئات عضوية لأنه بيكون فيه نوعين من الجزيئات جزيئات عضوية وجزيئات غير عضوية الجزيئات العضوية نقدر نقول عليها أنه هي الجزيئات البيولوجية أو الجزيئات الحيوية والعلماء لما اكتشف الجزيئات العضوية لحظوا أن فيه ما بينهم حاجة مشتركة وهي أن كل الجزيئات البيولوجية بتحتوي على زرة الكربون لدرجة أنهما كانوا يسمونها أصلا الجزيئات الكربونية بسبب احتواهم كلهم بشكل أساسي على زرة الكربون فإبقى كده شرط أساسي في الجزيئات العضوية هو أنها بتحتوي على زرة الكربون بالإضافة طبعا لأنها بتحتوي على زرة الهيدروجين فإبقى كده الجزيئات العضوية هي جزيئات بتحتوي بشكل أساسي على زرة الكربون والهيدروجين طيب إيش معنا زرة الكربون؟ زرة الكربون لأنها ربعية التكافو ربعية التكافو يعني لازم بتتربط بأربع رابط فبنقول عليها ربعية التكافو طيب إيه الفايدة من أن زرة الكربون ربعية التكافو؟ طالما بتقدر ان هي تطربت باربع روابط وبالتالي كده بتقدر ان هي بتكون اشكال لا حصرة لها يعني تقدر تكون شكل مربع وشكل خماسي وشكل سداسي وكذا بسبب انها بتقدر ترتبط مع ثلاث زرات تانيين او زرتين او زرة واحدة علشان كده عدد الجزائيات العضوية بيكون كتير جدا مقارنة بالجزائيات الغير عضوية بسبب طبعا احتواهم على زرة الكربون بشكل اساسي اللي بتقدر ان هي تتشكل باشكال مختلفة مع الزرات التانية علشان تكون الجزائيات وحنا عندنا اربع جزائيات عضوية هناخدهم بشكل اساسي وهم الكربوهيدرات والليبيدات اللي هي الدهون والبروتينات والأحماض النووية على النحاء التانية معنا الجزائيات الغير عضوية وهي الجزائيات اللي مش شرط يكون فيها عن زرة الكربون او زرة الهيدروجين زي مثلا المية والرمزعة H2O ومثلا برضو الأملاح المعدنية ومعنا برضو ساني اكسيد الكربون هتقول لي طيب بس ساني اكسيد الكربون بيحتوي على كربون هقول لك برضو مفوهوش هيدروجين احنا قلنا الجزائيات العضوية شرط اساسي يكون فيها الكربون والهيدروجين انما الجزائيات الغير عضوية مش شرط ان هي تحتوي على الكربون والهيدروجين ممكن أنها تحتوي على كربون وما تحتويش على هيدروجين وممكن أنها تحتوي على هيدروجين وما تحتويش على الكربون المهم أنها مش شرط أساسي تحتوي على الكربون ولا هيدروجين نجي بعد كده للجزيئات البيولوجية أو الجزيئات العضوية واللي قلنا عليهم الأربعة هناخدهم بالترتيب الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات والأحماض النووية وهنقول عليهم مصطلح الجزيئات البيولوجية الكبيرة اللي هو عنوان ده السنة النهاردة طيب هي ليه كبيرة؟ لأن احنا عندنا نوعين من الجزائيات البيولوجية فيه جزائيات بيولوجية كبيرة وفيه جزائيات بيولوجية صغيرة اسمها المونيمرات اللي هي بيتكون منها أصلا الجزائيات البيولوجية الكبيرة واللي اسمها البوليمرات وتعالوا نفهم يعني مونيمرات ويعني بوليمرات كلمة مونيمر بتتكون من مقطعين المقطع الأول وهو مونو يعني واحد والمقطع الثاني وهو مير يعني جزيء فتبقى كلمة مونيمر يعني جزيء واحد وكلمة بوليمر برضو بتتكون من مقطعين المقطع الأول وهو بولي يعني العديد أو متعدد ومير يعني جزيء فتبقى كده بوليمر يعني العديد من الجزيئات فبقى كده احنا نقدر نعرف البوليمرات هي عبارة عن جزيئات بيولوجية كبيرة بتتكون نتيجة اتحاد المونيمرات اللي هي الجزيئات البيولوجية الصغيرة خلال عملية اسمها عملية البلمرة ونقدر نعرف المونيمرات ان هي عبارة عن جزيئات بيولوجية صغيرة بتتحد مع بعضها علشان تكون الجزيئات الكبيرة اللي هي البوليمرات خلال برضو عملية اسمها عملية البلمرة وتبقى كده عملية البلمرة هي عملية بناء اللي بيحصل فيها هو ان المونيمرات بتتحد مع بعضها علشان تكون البوليمورات وإحنا خلاص عرفنا أن معانا أربع بوليمورات يعني أربع جزيات بيولوجية كبيرة وهم الكربوهيدرات والدهون اللي هي اللابيذات والبروتينات والأحماض النووية أول الجزيات البيولوجية الكبيرة معانا هي الكربوهيدرات لو إحنا محتاجين أن نعرف الكربوهيدرات هنقول عليها أن هي عبارة عن جزيات بيولوجية كبيرة بتتكون من جزيات أصغر منها تسمى المونيمورات والمونيمرات بتاعة الكربايدرات هي السكريات الوحدية والجزئات التانية وهي الليبدات او الدهون واللي هي بتتكون من منيمرات صغيرة اسمها الاحماد الدهنية والبوليمرات التالتة معنا وهي البروتنات والبروتنات بتتكون من منيمرات صغيرة اسمها الاحماد الامنية واخر بوليمرات معنا وهي الاحماد النووية اللي هي DNA والRNA واللي بتتكون من مونمرات صغيرة اسمها النيوكليتيدات علشان أسهل عليك الفكرة أن عايزك تتخيل معي أن جسم أي كائن حي عامل زي العربية العربية دي في بدايتها بتحتاج أن هي تتصمم بتصمم شكلها الخارجي علشان خاطر أن يوصل للشكل النهاي بتاعها أو اللي مسؤول عن تصميم جسم الإنسان من الخارج كده هو DNA والRNA اللي هم الأحماض النووية الـ DNA والRNA بيكونوا مسؤولين عن أنهم ياخدوا تصميم الكائن الحي ده من الأب ومن الأم علشان خاطر يتكون على الشكل اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنفهمه أكتر في الورصة يعني كده الـ DNA والRNA اللي هم الأحماض النووية بمثابة المهندس اللي بيصمم شكل العربية من الخارج بعد كده العربية دي بيكون عندها هيكل خارجي اللي هو الشكل بتاع العربية من الخارج نعظم جسم الإنسان أو جسم الكائن الحي عمتهم بيتكون من البولومورات التانية وهي البروتينات يعني كده البروتينات نقدر نعتبرها بمثابة الحديد بتاع العربية اللي العربية بتتكون منه بعد كده العربية دي بتحتاج لجاز أو بنزين على شال خاطر إن هي تمشي هي بقى الكربوهيدرات والدهون اللي هي اللي يبداد بمثابة الجاز والبنزين اللي بنحطهم للعربية علشان تمشي اشتركوا في القناة